اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية ان الحكومة الموقرة ماضية في تحسين انظمتها على نحو يواكب التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجال البنية التحتية وذلك لضمان توفيرها وفق معايير عالية الجودة لتلبي في الوقت نفسه الاحتياجات الحالية والمستقبلية جاء ذلك لدى تفضل معالي الصباح اليوم بتنشين المرحلة الثانية من نظام تصاريح جاء ذلك لدى تفضل معاليه بتنشين المرحلة الثانية من نظام تصاريح بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وكبار المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وقد أكد معليه أن خلق صيغة حكومية تكاملية ومتناغمة والتوجه نحو تقليل المراجعات والزيارات إلى مقار الوزارات والجهات الحكومية وتكثيف الاعتماد على ما تتيحه الحلول الرقمية من إجراءات ميسرة هو شغلنا الشاغل في هذه المرحلة التي نركز فيها على التحول الإلكتروني وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وانطلاقا من اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأوضح معليه أن خطوة تنشين المرحلة الثانية من تصريح سيضع المملكة على الخط الصحيح لتوجهها القائم على تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال تطوير السياسات والأنظمة الهادفة إلى تحقيق الجودة ذات الكفاءة العالية وحيا معالي الشيخ خالد بن عبدالله الجهود التي بذلها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الألكترونية وجميع منتسبي إدارة نظم المعلومات الجغرافية والشركاء الرئيسيين من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لمساهمتهم جميعا في تطوير وتحسين نظام تصريح مثمنا في الوقت ذات قيام الهيئة بتطوير هذا المشروع دون أي تكلفة بالاعتماد على الموارد البشرية والكوادر البحرينية المؤهلة وعلى البنية التحتية التقنية القوية المتوافرة لديها هذا ووجه معاليها الهيئة لأن تراعي مستقبلا إضافة خدمات الدفع الإلكتروني الخاصة برسوم البلدية وتصريح المرور فضلا عن تفعيل خاصية الإختار بالخدمات العامة وإضافة خدمتي إجازة تخطيط البناء وتراخيص البناء من جانبه قال سعادة السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إنه قد روعي عند تصميم النظام التسهيل عملية إصدار التراخيص والتسريع من وثيرة إنجازها خلال فترة قياسية تصل إلى عشرة أيام بعد أن كانت تتطلب عدة شهر ترجمة نانسي قنقر في عملها الدؤوب لتحسين أدواتها وخصوصا الخدماتية لضمان مواكبة التطور تلبية لإحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية وبهدف التنسيق بين الجهات الحكومية الخدماتية في البلاد أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية النسخة الثانية والمطورة من النظام المركزي تصريح الذي يوفر على الجهات المختصة الجهد والوقت الطويد للانتهاء من تراخيص طلبات أعمال البنية التحتية ولا شك أن شكر جميع الأخوة العاملين مع البنية التحتية من كهرباء وماء وطرق ومجاري وخلافة كلهم يشكرون على أعداد هذا البرنامج الذي سوف يكون أساس للتنسيق فيما بينهم للحصول على التصريح بالقيام بالعمل لا شك أن تقليص مدة الطلب من أدة أشهر إلى عشرة أيام سوف يكون لتأثير في تنفيذ المشاريع فشكرين لكم بوجود هذا البرنامج وإن شاء الله نستطيع أن ننطوره إلى الأفضل ويكون لك تنسيق أكثر بين جميع الجهات حول هذا الموضوع نظام تصريح يعمل كنظام مركزي لإدارة تتواصل فيه الجهات المختصة من وزارات وهيئات حكومية وجهات خاصة بشكل يضمن سيرورة العمل بما يعود بالنفع على تيسير عملية إصدار التراخيص وإنجازها بصيغة تكاملية تعكس التناغمة بين مؤسسات الدولة هدف النظام لتسريع الإجراءات التي صارت في البنية التحتية بين الوزارات في السابق كان الإجراء يدوي ينتقل ملف من جهة إلى جهة بسلوب بطيء كانت العملية تستغرق للحفر مدة 11 شهر 6 شهور فالعملية كانت معقدة وبطيئة حين عن طريقة النظام الإلكتروني قلصنا المدة إلى 10 تيام ممكن تستكمل عملية الحفر وفقت هذا الحفر لمدة 10 تيام طبعاً لاحظنا أنه فيه فرصة للتحسين فرصة التحسين فيه بعض الطلبات تأخر فعدنا دراسة النظام بالكامل وحاولنا النظام إلى نظام إلكتروني تابع أداء الموظف وسهل التصام بين الموظفين بين الوزارات لاتبادل المعلومات والتنسيخ والاجتماعات هذا التطور الكبير في المجال الخدماتي بالمملكة جاء بسواعد بحرينية مؤهلة وضعت نصب عيونها معايير جديدة لأهليات تقديم طلبات الطرق والحفر من خلال ربط نظام تصاريح بقاعدة البيانات الجغرافية بهدف توفير المعلومات الدقيقة لخدمة الجهات المختصة لا شك هذه النقلة النوعية بالانتقال من النظام الوراقي إلى النظام الإلكتروني هي نقلة نوعية سوف تساهم بدرجة كبيرة في تقليل المدة المطلوبة لإبداء الملاحظات والتعليقات من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة والإسراع في إصدار رخص العمل وهذا طبعاً سيكون إليه انعكاس إيجابي جداً على سرعة العمل وإنجازه أيضاً وينعكس بالنهاية إلى تقديم أفضل الخدمات إلى المواطن والمقيم وهذا ما تنشده وما تقدم لنا من توجيهات لخدمة المواطن والمقيم دائماً وتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال نظام التصاريح يعمل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة حيث يمكن للجهات المختصة تتبع التصاريح وتبادلها بدءاً من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات وصولاً إلى شركات بتلكو وبابكو وتطوير للبترول حلول مبتكرة وميسرة جاءت مجتمعة في هذا النظام تلبية لتطلعات مملكة البحرين وتطورها الكبير في مجال البنية التحتية فهذا المشروع يعمل على دمج تصاريح المشاريع المتوسطة والكبيرة في صفحة واحدة تتشارك فيها الوزارات والجهات الخدماتية في مملكة البحرين لإنجازها في فترة لا تزيد عن عشرة أيام مقارنة بعدة أشهر في السابق يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين